المشاهدين في كل مكان وصلنا إلى الساعة الأخيرة وحلقة جديدة نستهلها كالمعتاد من أبرز العنوين لهذه الليلة بتوجيه من الرئيس الأسد الهلال يقوم بزيارة إلى معامل الليرامون في حلب ونتابع أيضا في عنوين الساعة الأخيرة لهذا اليوم عشرات العائلات تخرج من أحياء حلب الشرقية ومسلحون يسلمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش الأسود ونتابع أيضا في عنوين الساعة الأخيرة لهذه الليلة الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لاستعادة جزيرة الخالدية في محافظة الأنبار ساعتنا الأخيرة بدأت ومن أبرز العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مؤكدا أن هذه المعامل أزعجت الأرهابيين وسلطانهم العثمانية تفقد الأمين القطري المساعد لحزم البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال هلال منطقة معامل الليرامون وحي بني زيد وقسما من حي الأشرفية بمدينة حلب والتي أعاد إليها الجيش العربي السوري والقوى الحليفة الأمنة والاستقرار بعد دحر الإرهاب عنها وخلال الزيارة التي جاءت بتكليف من الرئيس بشار الأسد أكد الأمين القطري المساعد أن سوريا بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قائدها ماضية في تحقيق انتصاراتها على التنظيمات الإرهابية المسلحة وداعمها على كامل جغرافية الوطن منوها ببطولات بواسل الجيش العربي السوري والقوى الحليفة التي أذهلت العالم نحن اليوم في معامل ليرامون هذه المعامل التي طهرها بواسل جيشنا العربي السوري مع القوى الرديفة من لا يكون في هذه المعامل لا يعي حقيقة العمل العسكري الكبير الذي أنجز من قبل هؤلاء الأبطال من يكون في هذا المكان يعي ما هي البطولات التي أنجزت من قبل بواسل الجيش العربي السوري لكي تسترد هذه المعامل وتسترد كل النقاط الأخرى والمناطق الأخرى في حلب الشهباء حلب الصمود ودعا الهلال إلى الاستفادة من مرسوم العفو الأخير الذي يمكن أبناء الوطن المغرر بهم من العودة إلى حضنه الذي يتسع للجميع والوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري لمحاربة الإرهابيين نقول لمن غرر بهم ونقول لمن مورس عليهم الكثير من إرهاب هؤلاء المرتزقة عليكم أن تعودوا إلى رجدكم فأبواب الوطن مفتوحة إليكم ومكرمة السيد الرئيس هي سارية المفعول عليكم أن تسرعوا لتعودوا ونكونوا صفا واحدا في طرد كل هؤلاء المجرمين الذين أتونا من كل أسقاع العالم ومن سخريات القدر لمن لا يفقهون شيء في الحضارة والأخلاق يريدون أن يعلموا سوريا التي تاريخها يضرب عمقا وحضارة ألاف السنين يريدوا أن يعلمون كيف تكون الحرية وكيف تكون الحضارة شارك في الجولة عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبد الناصر شفيع وأمين فرعي حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم ومحافظ حلب مروان علبي وقائد الشرطة ورئيس مجلس المدينة خرجت عشرات العائلات من أحياء حلب الشرقية في مروى الأهالي المعاناة التي عاشوها مع التنظيمات الأرحابية تفاصيل أوفى في تقرير مراسل الإخبارية أنس رمضانة ترجمة نانسي قنقر إذن هو معبر صلاح الدين الذي خرجت منه أولى العائلات القادمة من أحياء حلب الشرقية باتجاه منطقة صلاح الدين هذه هي العائلات التي خرجت الآن وكنا قد يعني رصدنا اللحظات الأولى لخروج الأهالي مرحبا سلمي أهلين أهلين أعطيك العربي أحكي لي كيف الوضع عندكم كاجوها؟ الموضع كتير مأساوي يا أخي والله ملسوطين يوم رجعتوا لهون؟ لا الحمد لله ملسوطين كيفين الحمد لله الله يجاو يحميكم الله يخلينا الرئيس بشار الأسد يا رب يحميكم ويطول معمركم يا رب جام حبيبك محمد الله يوفقكم كيفين؟ الله يخلينا الرئيس بشار الأسد أخلينا بشار الأسد إنه كالنا قتلوا داروا ما يخلوا حدا يطلع كل ما ينزلوا دحت يقلون أو يضربونه أحكي لي ماذا كان يصير عندكم بالمناطق المسلحين؟ كل شي صار جانا همتنا مجوع وكل شي صار هناك الله لا يوفقوا يذلونا الله يذلوا خلصونا بها خلصونا ما شعور كنتوا جايين له هنا؟ شعورك اليوم جيتي على المناطق التي فيها الجيش شعور كثير حلوه ما في أحلى من جيش العرب السوري ما كانوا يخلوكم ما يخلونا مباطونا جوع أعذبونا كل شيء اش بدك قطلوا العالم جوعوه حماية الجيش جينا الحمد للساعة ستة صباح يدخلونا أهلين أهلين شو كان يصير معكم من المناطق التي فيها مسلح ما كنا والله عايشين حيات كلها جحيمة جحيم ما في شيء الأولاد تمرض لا في أكل لا في شيء يرغي في الخبز على مية جينا بدنا نطلع صاري وضربوا والخلق مننا تصوبت ومننا نهزمت ظلنا عم نمشوا طول الليل حتى وصلنا هون للمعبر للستة طريبا صباحوا بحماية الجيش وحماية الرجال الوطن وحماية السيد الرئيس بشار الأسر للبهر تم ماتوا حتى في الهول ايه هيك هالله طريبا يعني ما نشوف هارطين الله يكون هيك في عون الجميع والله يحمي الجيش كله يا رب ويكون ما بيعطوا ما كنا وصلنا لهالأراضي هاي طاول لحتى أن يبرق مرتاحين هناك ظلان كفار خافوا الله والله ما بخافوا الله الحمد لله جينا على وطننا وعلى الجيشنا والله ينصركم الأهالي يعودون إلى شارع تشرين ومنطقة الشيحان في حلب فيما بدأت المؤسسات الخدمية أعمالها وسط ارتياح كبير لدى الأهالي تواصلت احتفالات ومسيرات أهالي حلب الحاشد ابتهاجا بالإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وذلك بالتزامن مع بدء عودة الأهالي إلى المناطق المحررة من الإرهاب من أجل إعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية وإعادة الحياة الطبيعية إليها يجينا مدر في أي شيء الحمد لله جينا هنا عcción الدول وما في أي شيء دوار السيحان دوار السيحان والله هين المفسوطين نغلط على الجيش نغلط على الجيش واللهية جيين نحن نتفرج على منجزات الجيش العربي السوري والله يحميهم إن شاء الله بإذن الله وغصب العنون إن شاء الله أهلا وسهلا الجيش والله فرحة الأمنات يحدى الله يحميهم ينصرهم يا رب ومع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم وأحيائهم برغم الدمار والخراب الذي لحق بها فقد باشرت المؤسسات الخدمية عملها لإعادة الأمور إلى نصابها وبدأت ورشاة الصيانة إعادة الخدمات الأساسية إلى المدينة وبالعودة إلى الاحتفالات والمسيرات الحاشدة المستمرة في حلب فقد عبر المشاركون فيها عن فرحتهم بالتخلص من الإرهاب وبدء المصالحات في مدينة الشهبة هذه فرحة لساعة صغيرة الفرحة الكبيرة وقت منخلص من كل إرهابي من كل مسلح تخلى عنها الوطن والله يعطي العافية لكل شخص أدى لها الانتصار لأن كنا نعدي من هنا خايفين هذه بتكفي إن شاء الله ألف مبروك وهذا لنصر لسوريا كلها بإذن الله ألف الحمد لله والله ما فرحانين مبسوطين الله ينصر بلدنا ويرجع الأمن والأمان والسلام والسلام من أول وجديد والسير سوريا سوريا لأسد دحر الإرهاب عن أحياء حلب الشرقية وإعادة الأمن والأمان إليها وتخليصها من قذائف الإرهاب إنجاز كبير وانتصار لمسار المصالحات الوطنية في مواجهة الفوضى والدمار أكدت روسيا مجددا عدم وجود أسس للتشكيك بالأهداف المعلنة للعملية الإنسانية التي بدأتها القوات السورية والروسية في حلب يوم الخاميس الماضي وحذر نائب وزير الخارجية روسي سيرجير يابكوف من أن تصريحات الأمريكية المشككة بالأهداف المعلنة للعملية الإنسانية في حلب تأتي في إطار محاولة جديدة للعبة سياسية بدلا من المساعدة في حال المسائل الإنسانية هذا وقال ريابكوف أن الزملاء الأمريكيين نظرا لتحاملهم ومواقفهم المتشككة تجاه روسيا بدأوا باتهامنا بنوايا لا وجود لها لدينا ونحن لا نسعى في حلب سوى إلى تحقيق الأهداف المعلنة بعد صدور مرسوم العفو الرئاسي تمت تسوية أوضاع عشرات الموقوفين من جميع المحافظات ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية عشرات الموقوفين من جميع المحافظات ممن غرر بهم وحملوا السلاح تم تسوية أوضاعهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كما لاحظتم اليوم هذه دفعة من الدفعات المتتالية التي أطلقتها وزارة عدن في خضم الأحداث التي تمر بها سوريا بتوجيه كريم وبواشر من السيد رئيس الجمهورية بتخفيف المعاناة عن هؤلاء خصوصا أنهم لم يرتكبوا جرائم جسيمة وصلت إلى حد إراقة الدماء أو جرائم خطيرة يجرمها القانون الجنائي السوري هؤلاء الأشخاص اليوم وبعد أن ثبت صلاحهم وبعد أن ثبت أنهم من ذوي السلوك الحسن داخل مقرات توقيفهم قرر القضاء إخلاء سبيلهم فنتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا في خندق البناء والأعمار في مواجهة ذلك الإرهاب التكفيري الذي تتعرض له بلادنا خطوة جاءت بعد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يتمكن الجميع من المشاركة في إعادة بناء الوطن هذه المبادرة بناء على مكرمة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد التي أصدرها بالعفو الذي صدر منذ يومين لذلك نحن حريصين على تنفيذ هذه المكرمة بشكلها الصحيح وبشكلها المناسب لكي تحقق الهدف المرجو منها ليكونوا هؤلاء عبارة عن جنود صالحين في الوطن في البناء في التعمير في إعادة بناء سوريا في إعادة وحدة سوريا وإن شاء الله سيتحقق هذا سريعا والله من البداية كنت غلطان أنا نغرر فيه وكنت غلطان ورجعت لرجدة ولحضن الوطن بقول لكل اللي غرر فيه وحملوا الإسلاح أنهم يرجعوا لحضن الوطن أكيد الدولة رح تكون بانتظارهم كل حد يحامل الإسلاح بقوله يجي على أي قرب سلطة قرب نقطة شرطة ويجي يسلم إسلاحه وطبعا سيادة الرئيس بيعفو عنه وحكى هالشيء وأكيد ما توقفوا لنصف ساعة زمان ويطلع إن شاء الله ويسلم إسلاحه وأي واحد مسلح يسلم حال مبادرة جديدة ستساهم في تفعيلهم بالمجتمع ومشاركتهم الإيجابية في العمل من أجل الوطن الجيش العربي السوري يستادف بصاروخ موجه موقعا تتحصن فيه مجموعة من الأرهابيين في منطقة خلصة في ريف حلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل وجرح أفرادها بينهم مسؤول المجموعة هذا وتواصل التنظيمات الإرهابية خرقها لاتفاق وقف العمال القتالية في عدة مناطق من سوريا مزيد من التفاصيل في تقرير صفوان علي أفاد مركز التنسيق الروسي في حميمين برصد ستة خروقات لاتفاق وقف العمال القتالية ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ بداية تطبيقه إلى 847 خرقا المركز قال إن إرهابيين من تنظيم ما يسمى جيش الإسلام قصف بلدات جوبر وعربين وحوش الفارة ودومة وحرست بريف دمشق فيما أقدم ما يسمى الجيش الحر على قصف بلدة طومة في ريف اللاذقية وأكد المركز أن إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة لا يتوقفون عن محاولاتهم الرامية التي تقود اتفاق وقف الأعمال القتالية من خلال قصفهم عددا من البلدات والأحياء السكنية في محافظتي حلبا ودمشق يذكر أن اتفاق وقف الأعمال القتالية المطبق في سوريا منذ السابع والعشرين من شباط الماضي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية وحدة من الجيش والقوات المسلحة السورية تدمر مقرا لتنظيمات الإرهابية بمنطقة درع البلد وسلاح الجو ينفذ طلعات مكثفة على تحركات الإرهابيين في دير الزور وريف تدمر الشمالي الغربية وحدات الجيش العربي السوري تكبد التنظيمات التكفيرية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في ريف تدمر الشمالي الغربي حيث نفذ الطيران الحربي طلعات مكثفة على تحركات لإرهابي تنظيم داعش في محيط حقل شاعر كما دمرت وحدات الجيش العربي السوري آليات بما فيها من إرهابيين في منطقة حقل الهيل للغاز ومدينة السخنة بريف حمصة الشرقية إلى دير الزور حيث سقط عدد من إرهابي داعش قتلى ومصابين في عدة غارات لسلاح الجو على أوكارهم في قريتي الزملي والجفرة إضافة إلى حي الكنمات على الأطراف الشمالية الشرقية للمدينة في درعة وجهت وحدات من الجيش ضاربات مركزة على تحصينات التنظيمات الإرهابية في منطقة درعة البلد وحي المحطة الشريان الحيوي لتسلل المرتزقة الأجانب وتهريب الأسلحة ضربات الجيش أسفرت أيضا عن مقتل عدد من الإرهابيين شمال غرب دوار الكرك ومحيط مبنى البريد وتدمير مقرين شمال جامع الخليل وشرق شركة الكهرباء وليس بعيدا عن درعة فقد دمرت وحدات أخرى من الجيش تجمعات الإرهابي تنظيم داعش غرب بئر الرصيعي بريف السويداء الشرقي قتل على إثرها عدد من الإرهابيين فيما أصيب أخرون ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد عربيا أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات المناهضة للإستيطان وجدار الفصل العنصري خليل إبراهيم في إطار السياسة العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أصيب عشرات المواطنين بالعيارة المعدنية وحالات الاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات الإسبوعية المناهضة للإستيطان وجدار الفصل العنصري العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا قرية كفر قدوم تحت غطاء كثيف من إطلاق العيارة المطاطية وقنابل الغاز والصوت واعتدوا على المسيرة الإسبوعية المناهضة للإستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما ما أدى لإصابة العشرات من المواطنين بحالات الاختناق كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرتي فريتي نعليين وبالعين الإسبوعية المناهضة لجدار الضم والإستيطان وأمطر المتظاهرين بقنابل الغاز ورصاص المعدنية المغلة بالمطاط وفي العدوان على غزة أصيب أربعة شبان وفتاة بجروح خلال مواجهة مع قوة الاحتلال شرقي القطع وتشهد مناطق التمس في قطاع غزة كل يوم جمعة منذ بداية انتفاضة القدس العام الماضي مواجهات مع جنود الاحتلال أسفرت عن استشهاد عدد من الشبان وإصابة العشرات بحالات اختناق من فلسطين المحتلة إلى العراق حيث أعلنت الشرطة الاتحادية تحرير جسر الخوخة وتقدمها إلى عمق جزيرة الخالدية الشرق الرمادي هذا وذكر بيان القيادة أن الشرطة الاتحادية حررت جسر الخوخة وتقدمت من محور الشرقي بعمق جزيرة الخالدية وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت في وقت سابق أن عملية تحرير جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي انطلقت من ستة محاور بدءا من طريق المرور السريع إلى منطقة البوعبيد وذلك تحت غطاء جوي ويفر التحالف والقوى الجوية العراقية وطيران المروحي للجيش العراقي يذكر أن جزيرة الخالدية في محافظة الأنبار يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي منذ منتصف عام 2014 ويخوض الجيش العراقي معارك عنيفة ضد تنظيم داعش الارهابي على عدة جبهات فيما تمكن من تحرير مناطق جديدة من البلاد تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة الأسالة في جزيرة الخالدية وسط البلاد فيما نفذت القوات العراقية أيضا بمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار عمليات أسفرت عن مقتل عدد من متزاعمي وأي تنظيم داعش عدد كبير من متزاعمي تنظيم داعش الارهابي قتلوا بقصف جويا استهدفهم أثناء اجتماعهم في أحد مقراتهم ضمن ناحية القيارة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أكد مقتل ثمانية وعشرين ارهابيا وتدمير رتل يضم ثلاث عشرة عربة في القيارة بضربة جوية دقيقة وفي قضاء الشرقات أعلن القيادي بالحجد الشعبي جبار المعموري مقتل ما يسمى مفتي داعش لولاية صلاح الدين وهو إرهابي سعودي الجنسية مع ثلاثة من مرافقيه بقصف جويا استهدف أحد المقرات في محيط الشرقات طائرات سراح الجو شنت غارة في قضاء الحوجة أدت إلى تدمير معمل لتفخيخ العربات في ناحية الرياض التابعة للقضاء في حين أسفرت غارة جوية عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير محطة بث إذاعية طائرة مسيرة في حي البكر بمحافظة الأنبار غربي العراق النائب هادي العامري القيادي في الحجد الشعبي شدد على ضرورة إشراك الحجد بمعركة تحرير الموصل وأضاف قائلا إن مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش مهمة كونها تتطلب إعادة النازحين إلى مناطق سكنهم موضحا أن الاستعدادات جارية للعمليات العسكرية الكبرى لتحرير مدينة الموصل إلى اليمن حيث قتل جندي سعودي في موقع المعنق بمنطقة نجران وأسقط الجيش اليمني طائرة استطلاع سعودية في عصير كل هذا فيما تعيش المشاورات اليمنية في الكويت ساعاتها الأخيرة ردا على الانتهاكات التي يقوم بها التحالف الأمريكي السعودي عبر استهدافه عدة مناطق يمنية قصفت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية معسكر رجلاء في نجران بصاروخ باليستي من نوع زلزال ثلاثة مصادر يمنية أكدت أن الصاروخ أصاب هدفه ودمر دبابة من نوع أبرامز وآليتين عسكريتين لقوات النظام السعودي في موقع المخروق بمنطقة نجران في وقت تم قنص جندي سعودي في موقع المعنق العسكري في جيزان وكان جنديان سعوديان قتل وأصيب عدد آخر بقصف متفعيل الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف موقع رقابة قشبة في منطقة عسير إنجازات ميدانية تتزامن مع انطلاق مناقشة ترتيبات إنشاء المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بين حزب المؤتمر وأنصار الله بموازات ذلك يعقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات مكثفة لتحديد مصير مشاورات السلام التي تعيش ساعاتها الأخيرة كما يرى مراقبون وبحسب زمنها الرسمي والمهلة المقدمة من الدولة المستضيفة الكويت هذا وقد طلب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت تمديد المشاورات لفترة قصيرة وعقد المبعوث الأممي مشاورات مع الوفد الوطني اليمني الذي أكد لولد الشيخ ضرورة أن يتضمن أي تصور أو رؤية لحل الأزمة اليمنية حلا شاملا كاملا كحزمة واحدة ودون تجزئة مضحا أن الحل السياسي يجب أن يكون شاملا للمؤسسات التنفيذية بما فيها الرئاسة والحكومة وكذلك الترتيبات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى وقف الحرب برا وبحرا وجوا ورفع الحصار الذي فرضه العدوان بمختلف أشكالها إلى تونس حيث السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على خمس نساء يشتبه بانتمائهن إلى تنظيمات أرهابية في أحد الأحياء الشعبية بولاية سيدي بوزيدة في تونس ليست المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عن وجود خلايا إرهابية نسائية في تونس صحيفة حقائق أونلاين التونسية أكدت أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خمس نساء يشتبه بانتمائهن إلى تنظيمات إرهابية في أحد الأحياء الشعبية بولاية سيدي أبوزيد الصحيفة ذكرت أن وبعد التحقيقات الأولية تم إيقاف الإرهابيات وهن من عائلة واحدة وتتراوح أعمارهن بين 17 و25 عاما ويشتبه بانتمائهن إلى خلايا إرهابية نائمة وتم تحولهن إلى إحدى الفرق المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة لمتابعة التحقيقات معهم مصادر أمنية في منطقة أبوزيد أكدت أن الوحدات الأمنية وإثر عمليات مدهمة لعدد من المنازل تمكنت من إيقاف ثلاثة عناصر يشتبه في انتمائها إلى إحدى الخلايا الإرهابية النائمة بمنطقة الجهة حيث تقوم تلك الخلية بتوفير الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية لجبال القصرين وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن التونسية تخض مواجهات مع عناصر إرهابية تقض مضاجع التونسيين في عدد من مناطق البلاد وكان أكبر تلك المواجهات في آذار الماضي عندما قضت القوات على 47 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا التسلل إلى منطقة مراك طلبت بكين من جنوب السودان تحديد ومعاقبة المسؤولين عن قتل جنديين صينيين تابعين لقوات حفظ السلام الأممية وزير الخارجي الصيني اعتبر بأن السلام شرط أساسي للتنمية وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجانبان المتحاربان في جنوب السودان من إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وحماية الأرواح والممتلكات بما في ذلك أرواح وممتلكات الصينيين ولقي الجنديان مصرعهما جراء سقوط قذيفة مورتر وأصيب عدد آخر وذلك في أثناء القتال بين أنصار سيلفا كير وأنصار ريك مشار زعيم المتمردين السابق الذي صار نائبا لكير وفقا لاتفاق إنهاء الحرب الأهلية انتقدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إساءة معاملة السجناء القاصرين في أحد السجون بأستراليا وذلك بعد نشر لقطات تؤكد ذلك داعية إلى دفع تعويضات لهم هذا ودع مكتب المفوضية سلطات إلى معرفة من ارتكبوا الإساءات ضد الأطفال وتحميلهم المسئولية عن مثل هذه الأفعال ودفع تعويضات كما دعت المفوضية الحكومة الأسرالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تسمح للمحققين المستقلين بتفتيش مرافق الاحتجاز بشكل منتظم اعتقلت الشرطة أو أمرت محكمة في إسطنبول بإداعي 17 صحفيا تركيا الحبس الاحتياطي بشبهة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولن وذلك في تواصل إجراءات النظام التركي القمعية ضد الجيش والصحفيين والموظفين بذريعة محاولة الانقلاب إلى ذلك نفى جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة مزاعم هذه السلطات حول هروبه من مكان إقامته الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بإخراجها من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا ما تم إقرار عقوبة الأعدام ويندد بسياسات أردوغان وممارساته التعصفية تجاه معارضيه والتي أدت الاعتقال أكثر من 18 ألف شخص خلال أسبوعين فقط مع استمرار سلطات النظام التركي في حملة الاعتقالات والعزل الواسعة ضد كل من يعارض حكم أردوغان وحزبه بحجة الانتماء للانقلابيين يطل رأس النظام التركي على شعبه بقصة جديدة لتوجيه الأنظار نحو نظرية الاستهداف الخارجي أو المؤامرة الخارجية اتهامات أردوغان لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف وتيل بالتورط في محاولة الانقلاب تعيد إلى الأذهان قصة مسرحية دافوس عام 2009 التي حصلت أنذاك بين أردوغان ورئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريز فمحاولة أردوغان رفع صوت عالياً في خطاباته ضد الجنرال الأمريكي واستغلاله لهذه المسألة لا تتعدى كونها مسرحية مضحكة كما وصفها الكثير من الناشطين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من وصفها بأنها بمثابة ضوء أخضر لأردوغان في تصفية قيادات الجيش التركي فكلام الجنرال الأمريكي عن أن أردوغان قد اعتقلت ضباط المقربين للولايات المتحدة الأمريكية يعد تبريراً لكل تلك الاعتقالات والتغييرات التي يجريها أردوغان في بنية المؤسسة العسكرية ويعطيها شرعية أمام شعبه وما يزيد من تلك الشكوك أكثر حول حقيقة ذلك الجدل السياسي هو التزام الخارجية والرئاسة الأمريكية الصمت المطبق تجاه ما يجري الأمر الذي يضع الكثير من إشارات الاستفهام حول هذا الجدل ومصداقيته استنكرت الحكومة البوليفية تدخلات الأمريكية بشؤونها الداخلية والاجتماعات التي يعقدها دبلوماسيون أمريكيون مع المعارضة البوليفية محددة واشنطن من عواقب هذه اللقاءات على مستقبل العلاقات بين البلدين هذا وتتعرض بوليفيا ودول في أمريكا اللاتينية كفانزويلا لمحاولات أمريكية لتدخل بشؤونها الداخلية عبر دعم المعارضة اليمينية فيها وتحريضها على زعزعة استقرار بلدانها وكانت الحكومة البوليفية أعلنت في وقت سابق العام الماضي عن فتحها تحقيقا بشأن خطة أمريكية لتنفيذ اغتيال يستهدف الرئيس البوليفي إيفو موراليسا أكد الرئيس البنزويليني كولاس مادورو أن الضغوط الغربية على روسيا تهدف لعزلها والعودة إلى زمن الحرب الباردة واستهجن مادورو الضغوط غير الشرعية من جانب الدول الغربية ضد موسكو كما نوه رئيس جمهورية فانزويلا البوليفارية بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين منذ لقاء الذي عقد عام 2000 بين الزعيم الفانزويلي الراحل أوغو تشافيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما نتج عنه من علاقات لصالح التوازن والعدل في العالم أظهر استطلاع للرأي أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم بست نقاط مئوية على المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاستطلاع أشار إلى أن نحو 41% من الناخبين المحتملين أيدوا كلينتون مقابل 35% أيدوا ترامب فيما صوت 25% لصالح آخرين إلى ذلك أعربت دونالد ترامب عن تأييده دعوات أنصاره لمحاكمة منافسته هيلاري كلينتون بسبب ناجها واستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية وزارة الداخلية النمساوية تعلن وجود نحو 300 متطرف يعيشون في النمسا سبقوا أن التحقوا أو حاولوا الالتحاق بصفوف تنظيمات الارهابية في كل من سوريا والعراق موجة التحذيرات والتجديدات الأمنية الأخيرة التي ظهرت في بلدان الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقب الهجمات الارهابية التي شهدتها دول عدة وصلت إلى النمسا وزارة الداخلية النمساوية أعلنت وجود نحو 300 متطرف يعيشون في النمسا سبقوا أن التحقوا أو حاولوا الالتحاق بصفوف التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق مجددة تحذيراتها من وقوع هجمات إرهابية على أراضيها مصادر أمنية في الوزارة أشارت إلى أن بعض إرهابي تنظيم داعش الذين مارسوا أعمال القتل البشعة وجرائم حرب شنيعة يعيشون اليوم على الأراضي النمساوية محذرة من أن ما يسمى الذئاب المنفردة يمكنها اليوم تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة على غيرار ما جرى في ألمانيا وفرنسا الأشهر والأيام الماضية حالة تأهب قصوى لدى أجهزة الأمن سيطرت على المشهد النمساوي فزيادة عدد أفراد الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب أمر ينذر بهجوم متوقع بل إضافة إلى وجود تنصيق مع وزارة الدفاع وجيش النمساوي لمنع وقوع أي هجوم إرهابي في البلاد فيما دع خبراء الإرهاب إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن مظاهر الضعر والهلع مشيرين إلى أن الداخلية شددت من إجراءتها الأمنية في مراقبة الأماكن العامة والمطارات ومحطات القطارة الدولية والحدود أعلن الجيش الهندي مقتل جنديين ومسلحين اثنين خلال اشتباكات وقعت في الشطر الهندي من كشمير هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الكولونيل نيتين انجاشي المتحدث باسم الجيش الهندي أن الشباكات اندلعت في قطاع ناوغام بعدما رصدت القوات الهندية موقعاً للمسلحين ما أسفر عن مقتل جنديين ومسلحين اثنين إضافة إلى إصابة جندي ثالث يذكر أن الهجمات المستمرة التي يشنها المسلحون في كشمير أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص أجهزة الأمن في أفغانستان تحبط تفجيراً إرهابياً خططت حركة طالبان لتنفيذه أثناء مباراة لرياضي المصارع مستخدمة طفلاً في الثانية عشر من عمره وقتل خمسة وعشرون مسلحاً من حركة طالبان بينهم متزاعم في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم نيم روز غرب أفغانستان خمسة وعشرون قتيلاً من مسلحي حركة طالبان لإرهابية وصيد ثمين بين القتلى زعيم الحركة المدعو حفيظ غلام الذي قتل إثر غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم نيم روز غرب أفغانستان وكلة شنخوا الصينية نقلت عن الجيش الأفغاني قوله في بيان إن غارات جوية نفذها سلاح الجو الأفغاني على مخابئ لحركة طالبان في منطقة تشارو بورجاك في إقليم نيم روز أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين التابعين لحركة طالبان المندرجة ضمن قائمة الإرهاب العالمية وتمكنت من تدمير المركبات التابعة للحركة يذكر أن القوات الأفغانية قتلت 36 إرهابياً من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات عسكرية واسعة نفذتها في إقليم نانجرهارا شرق البلاد تظاهر آلاف الأشخاص بمدينة غراسكو في أسكتلندا للمطالبة بإجراء استفتاء ثاني حول استقلال بلادهم عن بريطانيا بعد قرار خروجها بين الاتحاد الأوروبي هذا وكانت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجون أعلنت غداة الاستفتاء أن مسألة تنظيم استفتاء ثاني حول الاستقلال باتت مطروحة هذا وأعلن المجلس الأوروبي مؤخرا أنه تم حث بريطانيا من قائمة الدول التي تترأس الاتحاد الأوروبي على خلفية نتائج الاستفتاء الشهر الماضي التي جاءت لصالح خروجها من الاتحاد اعتبر رئيس وزراء إقليم بافاريا الألماني هورست سي هوفر أن تقييد تدفق اللاجئين إلى ألمانيا يمثل شرطا لضمان أمن البلاد وقال سي هوفر قوله أن الحد من سيل اللاجئين سيتيح أيضا تهيئة الظروف لدمج المهاجرين الذين يحق لهم الخصول على اللجوء في ألمانيا داخل المجتمع هذا وأشر الرئيس وزراء بافاريا إلى أن موقفه يختلف تماما عما أعلنته المستشارة الألمانية إنجلا ميركل حين قالت أن ألبانيا لا تزال قادرة على تجاوز أزمة الهجرة وقال سي هوفر بالرغم من كل رغبة لا أستطيع الترحيب بمثل هذه التصريحات تواجهنا العديد من المشاكل ولا أريد أن أكذب على الجمهور هذا وشهدت مشاهدين ألمانيا منذ بداية الشهر الجاري سلسلة هجمات أرهابية قتل فيها خمسة عشر شخصا فضلا عن إصابة العشرة إلى العنوين بتوجيه من الرئيس الأسد الهلال يقوم بزيارة إلى معامل الليرمون في حلب عشرات العائلات تخرج من أحياء حلب الشرقية عبر معبر صلاح الدين والجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لسعادة جزيرة الخالدية في محافظة الأنبار الهلال